قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتأم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض فقال ويقيد له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم يضيق عليه القبر ويضمه فإذا كان مسلما كانت ضمة القبر كضمة الأم لولدها وهي ترضعه أما إذا كان كافرا تضمه حتى تختنق منه الأنفاس وتختلف منه الأضلاع فيضمه ضمة لا ينجو منها أحد من البشر صغيرا أو كبيرا صديقا أو زنديقا مؤمنا أو كافرا مطيعا أو عاصيا ترجمة نانسي قنقر